موسيقى منوصل دراستنا عن أمجاد الصلاة صلاة رسول بولوس من السجن لأحباؤه في أفيسوس مثل ما ذكرت أنه كانت صلاة حارة للآب لأن الآب تعبير عن المحبة والإلفة والحياة والعلاقة الشخصية فبيتكلم بيحني ركبه لأمام أبو ربنا يسوع المسيح بكلمات أخرى يقول من خلال الصلاة أنه يمكننا أن نقترب منه ويسميه أبو المجد وهو أبو الجميع وهو المثال والنموذج للأبوة الحقيقية وهو أيضا الآب الذي طبعا نسبحه ونمجده ونشكره أيضا فبيصلي إلى الآب طبعا من خلال شخص الرب يسوع المسيح لأنه في علاقة حميمة في علاقة دافئة كما علاقة الآب والابن علاقة أيضا بولوس باكنيسة أفيسوس أن نقترب منه وكلما اقتربنا منه نتقدس أيضا ونكون مشابهين صورته طبعا يمكن شيء غريب ومثير في المكان الذي أنا واقف فيه كان يعتبر مكان للدعارة كان فيه فتيات مكرسات للإباحية وهذا جزء من عبادة الآلهة كانت في أفيسوس الغريب أن هذا المكان الضعارة أمام مكان الحكمة أمام مكتبة سلسوس طبعا شيء متناقد لكن كلما اقتربنا من الآب أبو المجد نتمجد ونكون مثل صورة يسوع المسيح لأنه هو مثالنا وهو نموذجنا وهو الكوبة الأبو الحقيقية اللي منتمتع فيها وهذا تعبير جميل جدا علمنا إياه العهد الجديد أن نقترب إلى الله كآب ندعوه كآب وهذا طبعا شيء جميل جدا بتعبر عن الألف والمحبة والاقتراب منهم اشتركوا في القناة